تواصل عدة دول عربية إرسال المساعدات الإغاثية إلى مدينة العريش بشمال سيناء تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حيث أرسلت دولة الإمارات تائرة تحمل على متنها 25 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بتنسيق مع برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة كما انطلقت أولى رحالات الجسر الجوية الإغاثية السعودية لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وتوجهت أربع طائرات قطرية إلى مدينة العريش تحمل مساعدات مخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري